أهلنا بحضراتكم تعد اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا أو ما يعرف بمبادرة تصطير الحبوب عبر البحر الأسود تعد شريانا مهما لنقل صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بما يمثل أهمية كبرى لمعالجة نقص الغداء الذي أنذر بكارثة إنسانية عالمية ويواجه الاتفاق الذي وقع في 22 من يوليو الماضي ثم جرى تجديده في نوفمبر التالي صعوبات في استكمال تنفيذه ومخاوف حول مستقبله لسيما مع اقتراب موعد انتهائه والمقرر في 18 من شهر مارس الجاري وأصدأ اتهمات متبادلة بين الطرفين في المسئولية عن تعطل عمليات التصطير وترى روسيا أن اتفاق الحبوب يتم تنفيذ نصفه فقط حيث تؤكد موسكو ضرورة إزالة العقبات أمام صادراتها الزراعية في وقت أعلن فيه نائب وزير الخارجية روسية بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة أن موسكو تؤيد تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة 60 يوما فقط بعدما كان يمدد تطبيقه كل مرة لمدة 120 يوم من جانبها اعتبرت أوكرانيا أن الاقتراح الروسي لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوم يتعارض مع الاتفاقية الأساسية لكنها لم ترفض عرض موسكو بشكل قاطع رغم مطالبة كياب في وقت سابق بتمديد اتفاق الحبوب لمدة عام كامل على الأقل على أن يشمل الاتفاق الجديد توسيعا للموانئ التي يتم منها تصدير الحبوب هذا وتقول الأمم المتحدة أن أوكرانيا صدرت حتى الآن بشكل أساسي ما يزيد على 23 مليون طن من الضرة والقمح بموجب الاتفاق كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش إلى ضرورة تمديد الاتفاق مشيرا إلى نصادرات المواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية وكذلك روسيا ضرورية للأمن الغذائي العالمي وأسعار الغذاء مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا عن اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وموقف الأطراف المختلفة من تمديده لمبعد 18 من مارس شكرا على الحسن المتابعة